البطالة في السعودية عنوان عريض يحمل خلفه الكثير من التساؤلات ومن العمل على تخفيفها وهذا ما تحقق جزئيا بنهاية العام الماضي 2022 ففي آخر ثلاثة أشهر أو ما توصف اقتصاديا بالربع الرابع من العام الماضي سجلت واحدة من أدنى معدلات البطالة حيث انخفضت إلى ثمانية في المئة فقط هذا الرقم يعني أننا اقتربنا كثيرا من الوصول إلى مستهدف رؤية السعودية 2030 لخفض البطالة بين السعوديين إلى سبعة في المئة مع تبقي ست سنوات وتسعة أشهر مدة طويلة تبشر بتحقيق أرقام أعلى من المستهدفات وحول معدل البطالة الإجمالي الذي يشمل السعوديين وغير السعوديين فقد انخفضت إلى أربعة فاصل ثمانية في المئة ويشمل معدل البطالة الإجمالي المقيمين الأجانب في المملكة الذين شكلوا ما يزيد قليلا عن ثلث إجمالي السكان في عام 2021 ويحتاج معظمهم إلى عقل عمل للعيش في السعودية كيف يبحث العاطل عن عمل في السعودية؟ سؤال الأقارب والأصدقاء أكثر أساليب البحث عن عمل يليه التقدم المباشر لأصحاب العمل ثم يستخدام المنصات الوطنية مثل جدارات التي تشمل منصات أخرى مثل منصتي طاقات وساعد هيئة الإحصاء السعودية كشفت أيضا عن استعداد أربعة وتسعين في المئة من العاطلين للعمل في القطاع الخاص وأن غالبية الباحثين عن عمل سيقبلون بالعمل لأكثر من ثماني ساعات في اليوم هذه الأرقام مشاهدين وغيرها تؤكد التوجه العام بين أوصاد السعوديين للعمل في كل القطاعات وأن تفضيل العمل في القطاع الحكومي أصبح شيئا من الماضي